يعود الحديث عن اتفاق الرياض المتعثر ولكن من قاعة مجلس الأمن وتحديدا على ألسنة الدول الخمس دائمة العضوية حديث تكرر كثيرا لكنه جاء في الوقت الذي يحاول المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمديد التعثر وصرف النظر عما يجب أن يكون عليه الوضع في عدن وغيرها من المحافظات التي تشهد انفلاتا أمنيا في أحدث التحركات على هذا الصعيد التقى رؤساء بعثات الدول الخمس بقيادة الانتقالي في الرياض وحثوها على ضرورة تنفيذ الاتفاق وأن يكون المجلس شريكا بناء في الحكومة وهي دعوة يظنها الانتقالي اعترافا بثقله السياسي وأهمية حضوره إلى جانب الحكومة في هذا التوقيت متجاهلا خصوصية الدعوة التي تأتي في إطار معرفة الدول الكبرى بأنه الطرف المعرق للاستقرار الحكومة المعترف بها دوليا كما تأتي بعد أسبوعين من تلويح المجلس بالانسحاب من الحكومة متهما إياها بالاستمرار في تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض فيما رفضت الحكومة هذه الاتهامات ودعت المجلس إلى تغليب العقل والحكمة والتوحد من أجل تحرير البلاد من الحوثيين ترى الحكومة أن تعثر اتفاق الرياض منذ أكثر من عامين سببه حرص الانتقالي المدعوم من أبوظبي على الاحتفاظ بقواته العسكرية رافضا دمجها في إطار مؤسسات الدولة كما ينص الشق الأمني والعسكري من الاتفاق وزير الداخلية اللواء الرقن إبراهيم حيدان رأى فيها ورقة ابتزاز وسيلة لانتزاع مكاسب على الأرض إذ يشعر المجلس أن دوره سينتهي في حال أدرجت تشكيلاته وفصائله ضمن وزارتي الدفاع والداخلية اشتركوا في القناة